كعادتها تعمل الأحزاب المهيمنة على السلطة في العراق إلى خلق مزيد من الجلد لعبر وسائل شتى تتيح لها الانفراد بالمشهد السياسي آخر هذه الوسائل هو مساعي العودة إلى نظام سانتليغو الانتخابي بهدف تكريس نفوذها والحصول على مزيد من المكاسب ويؤكد مختصون أن العودة إلى نظام سانتليغو المعدل في توزيع المقاعد النيابية بانتخابات مجالس المحافظات أو النيابية فضحت الدعاءات وشعارات للقوى والأحزاب السياسية ما قد يحفز على التظاهر واتساع نطاق مقاطعة العملية الانتخابية المقبلة وتعكس الرغبة بالعودة إلى القانون مدى القلق بالنسبة للزعمات التقليدية لجهة عدم قدرتهم على الامساك والتحكم أولا بالنواب التابعين لهم خصوصا في ظل قانون الدوائر الانتخابية والأمر الآخر رغبتهم بالمحافظة على مكاسبهم لا سيما وأن من يدفع بهذا الاتجاه هو ما يعرف بإتلاف إدارة الدولة الذي شكل حكومة السوداني وهو عبارة عن خليط من الميليشيات المسلحة والأحزاب التي تقودها شخصيات متنفذة عرفت بطمعها بالبقاء على سدة الحكم مهما كان الثمن وعلى الرغم من المقاطعة غير المسبوقة التي شهدتها الانتخابات الأخيرة إلا أن الفشل الذريع الذي لحق بالميليشيات الولائية ممثلة بالإطار التنسيقي تفعها إلى التفكير بالتخلي عن قانون الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانتليغو الذي يضمن لها البقاء ضمن الصراع السياسي الذي يسعى كل طرف فيه إلى تحقيق أكبر قدر من الهيمنة ما يعني المزيد من أزمة الثقة لدى الشارع وبالتالي اتساع نطاق المقاطعة جملة من الخلافات تستبق بها القوى السياسية وصراعها المتجدد كل أربع سنوات اثرت تيارات المدنية والكتل الصغيرة أن مساعر العودة إلى قانون سانتليغو تندرج في سياق عملية إقصاء مباشر تنفذها قوى الإطار التي تريد أن تحكم قبضتها على جميع مقدرات البلد